ايه الحمار اعطيني خمسات اعطيني خمسات معلم 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 موسيقى هلو والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين توزي اللهب طبعا في هذا المقطع رح اعلمكم كيف تجيبون الحمار وانتوا بكرامة طبعا الحمار واحد من اندر الاشياء في اللعبة صراحة نادر جدا 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 وايضا سواقته ممتعة ما اكذب عليكم لكن ترى الحمار جدا جدا سريع واحلى ما فيه التفحيطة حمزة حمزة لا والله صراحة جدا جدا حلو وممتع يعني سواقته ممتعة بالنسبة لمكانه رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي من مدينة بالقرب من محطة الوليس ستيشن رح تيجي لمكان رح تحصل الحمار امتكي لكن اذا باقي ما اخذت الشدق النادر الموجود في هذا البيت كل اللي عليك انك تخش لهذا البيت بعد هذا البيت رح تنزل للقبو ورح تحصل واحد من اقوى الاسلحة في اللعبة هذا السلاح اذا ما اخذته فاعرف انك يعني غلطان وجدا جدا حتندم انك ما اخذت هذا السلاح فاذا فاذا وصلت لهذا البيت عشان الحمار انزل كمان للقبو واخذ الشدقن يعني هذا السلاح انا عن نفسي ختمت بيها اللعبة وجدا جدا قوي واحلم فيه نوطلقات يعني متكررة وكلها وربعر كأنه تكتيكل في فورنايت طيب ايضا لا تنسى انك تجمع الاشياء الموجودة في البيت يعني ممكن تحصل مجوهرات ساعات مشروبات اكل طبعا بعد ما تاخذ الشدقن الان كل اللي عليك انك تاخذ الحمار رح تطلع برة ورح تركب عليه وكذا يكون انت اخذت الحمار النادر ترى بالنسبة لانك كيف تحفظه ترى ما تقدر تحفظه في الاستبل يعني تاخذ الحمار وتوديه الاستبل ترى ما يمتيك لكن انا رح اعطيك طريقة انك تحفظ الحمار كل اللي عليك الان انك تتوجه للمخيم حقك لما توصل للمخيم وقف الحمار في مكان وركز عليه عشان ما يهرب كل اللي عليك الان انك تتوجه للدفتر حق المخيم حق التطويرات ولازم تكون مركب او انك مشتري اللي هو الهورس ستيشن الهورس ستيشن بكل بساطة كانك تقول كراج كانك تقول كراج حلو مثلا استبل اشير لك ثلاثة احصنة الهورس ستيشن مثلا رح يشير لك اثنين ثلاثة لكن الاحصن رح تبقى في المخيم عرفتا كيف؟ كانك تاخذ لك كراج في المخيم حقك كل اللي عليك الان انك ترجع مرة اخرى للحمار وبعدها رح تاخذه ورح تتوجه للهورس ستيشن ورح يكون علامتها زي كذا لما توصل للهورس ستيشن رح تضغط الهو مثلث عشان ارثر يربط الحمار بمنطقة الهورس ستيشن زي ما تشكون في القيم بلاي رح يربطه او بمعنى اخر رح يوقف الحمار في الكراج فهمتوا كيف؟ الان كل اللي عليك انك تقرب من الحمار والهورس ستيشن وتضغط سهم يسار عشان يقرم حصانك الرسمي بجنب الحمار اذا جاك زي كذا كل اللي عليك الان انك تسوي سيف جيم او تحفظ اللعبة عشان ينحفظ معاك اللي هو الحمار وبكذا يكون مبروك عليك حفظت الحمار بشكل رسمي ووقت ما تبغى تاخذه رح ترجع للمخيم وتاخذه معاك وتلفلف بو ورح يظهر معاك في الخريطة بهذا الشكل اللي هو الهيتشت هورس او الحصان المربوط بالهورس ستيشن زي ما تشون في الجيم بلاي كل ما تبغى الحمار ارجع مرة اخرى للمخيم ورح تحصله موجود هنا ورح يكون شكله زي كذا طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لايجيكم هدى الان يدمركم تدمير يلا سلام عليكم